أول سؤال معاني نمبر 1 when something is يعني ما يكون الشيء ده إيه it's known by a lot of people يعني معروف من قبل كثير من الناس يبقى الشيء ده well known يعني مشهور أو معروف جيدا to space is to help a child grow up إنك تساعد طفل إنه يكبر أو ينمو يعني يعني ريز طبعا ريز اللي هي r a i s e لآخر واحد your space is who you are as a person يعني الشيء ده بيعرفنا شخصيتك أو أنت مين يعني ودي بنسميها identity يعني الهوية هويتك أو شخصيتك يعني someone who is شخص الذي is able to speak a number of languages يعني عنده الكلمة لو نتكلم عدد من اللغات ودي بنسميه multilingual يعني متعدد اللغات لكن لو بتكلم لغتين نقول bilingual لو اللغة واحدة نقول monolingual وآخر كلمة multicultural يعني متعدد الثقافات a person who is الشخص الذي is sensible يعني شخص حكيم وعاقل أنضزن تألى وسترونج إيموشنز لا يدع العواطف القوية to control their behavior إنه تتحكم في سلوكياته ده بنسميه well-balanced كلمة well-balanced يعني متزن عاطفيا ونفسيا عنده اتزان عاطفيا مش يعني المشاعر لا تغرب عليه space means including people with many different customs يعني المكان ده في ناس من ثقافات أو لهم عادات مختلفة and beliefs وأفكار مختلفة دول من سميهم multi-cultural يعني متعدد الثقافات multi-cultural the adjective space means معناها strong and is very difficult to change يعني شيئ ده قوي ومن الصعب إنه تشينجي نغيره ده بنسميه deep-seated يعني متجزر أو متأصل له جزور عميقة في المجتمع يعني your space is the first language اللغة الأولى لك you learn as a baby اللي بتتعلمها وانت صغير ودي بنسميها mother tongue يعني اللغة الأم أو اللغة الأولى بالنسبة لك بالنسبة لنا طبعا اللغة العربية اسمها mother tongue طبعا مش اسمها tongue mother لا اسمها mother tongue something that is الشيء الذي is more important or noticeable يعني شيء أكثر أهمية ومنلاحظوه بشكل كبير ده بنسميه طبعا dominant dominant يعني شيء مسيطر أو مهيمن dominant someone who is الشخص الذي is able to speak two languages well بتكلم لغتين بشكل جيد يبقى اسمه pi-lingual اللي اللي تربي يعني ثنائي اللغة بتكلم لغتين when a piece of information لما يكون فيه معلومة it's easy to understand المعلومة دي لنا تكون ايه بس هل نتفهمها or be certain about اتكون متأكد منها يبقى دي اسمها clear cut clear cut يعني سهلة أو شديدة الوضوح مش محتاجة تفسير ولا شرح اسمها clear cut our children are in english and spanish يعني بقول اطفالنا دول are يعتبر ايه في اللغة الانجليزية والاسبانية بتكلم لغتين يعني يبقى pi-lingual يعني صنائي اللغة full space people بالنسبة للناس انهم بقى dealing with a foreign language لما يتعاملوا مع لغة اجنبية it's confusing يبقى امر مربك ومحير بالنسبة لهم طبعا دول اللي هما monolingual اللي هما بيتحدسوا لغة واحدة لما يتحدسوا لغة تانية بالنسبة لهم يعني مربك وامر طبعا صعب there is always a space distinction between right and wrong بقول دايما هناك عايز بقول دايما هناك distinction يعني تمييز او فرق فرق واضح وشديد بين الحق والخطأ او الصواب والخطأ يبقى always a clear cut distinction يعني تمييز شديد الوضوح بين ذلك وذلك there is a space and strong resistance يعني يوجد ايه and strong resistance يعني مقومة قوية to the idea of education reforms لفكرة اصلاح التعليم يبقى there is a deep seated طبعا خذناه كده deep seated يعني مقومة متأصلة متعمقة الجزور وقوية يعني الناس ضد هذا الامر يعنش arabic is the language in northern africa طبعا بيقول اللغة العربية هي اللغة المسيطرة في جنوب او في شمال يعني افريقيا يبقى اذا dominant language كلمة dominant language يعني اللغة المهمينة او المسيطرة علماء have a gene which seems to protect against some types of cancer عاوزولي اني علماء دول تعرفوا على جين كده يبدو ان هو بيحمي ضد انواع السرطان يبقى identified بمعنى يتعرف على شيء او يكتشف شيء يعنيش we live in increasingly connected and societies طبعا بيقول احنا عيشين يعني في مجتمعات مجتمعات متصلة ومتعددة الثقافات يعني متعددة الثقافات يعني multi-cultural يبقى multi-cultural societies يعني مجتمعات متعددة الثقافات parents don't always know what to take with teenage children الاباء يعني don't call مش دايما بيكونوا عارفين انه طريقة او مدخل او اسلوب يتخذوه في التعامل مع الاطفال المراهقين يبقى what approach كلمة approach يعني مدخل او نهج او طريقة يسلكوها في التعامل مع هؤلاء teenage اللي هم المراهقين people of upper egypt الناس اللي هم في صعيد مصر upper egypt يعني صعيد مصر are as being generous يعني هما بيوصفهم متميزين بينهم generous يعني كرمة عندهم كرم يعني يبقى are characterized كلمة characterized يعني متميزين او بيوصفهم as being generous كونهم كرمة المنظمات اللي هي النجحة يعني كلهم عندهم بعض الصفات او السمات في الغالب طبعا certain يعني معينة يعني يبقى certain characteristics كلمة characteristics معنى سمات او مزايا to speed their 100th anniversary يعني يعني عاوزوا لشان هما يحيوا ذكرى الحفل السنوي المية the organization has opened a new office المنظمة دي فتحت او فتتحت مكتب جديد يبقى to commemorate لليتر بي commemorate يعني يحيوا ذكرى i am space of her innocence she isn't capable of such a thing يعني عاوزوا لانا مقتنع ببراءتها innocence يعني براءة يعني هي غير قادرة على فعل مثل هذا الشيء يبقى i am convinced كلمة convinced يعني انا مقتنع لكن نخلي بلنا في كلمة اسمها persuasive يعني مقنع مش هقول انا مقنع لانا مقتنع convinced يعني الشاعر بيستخدم تشكيلة او تنويع of words and expressions طبعا عاوز يقول dialect words يعني كلمات خاصة ب اللهجة النوبية والتعبيرات النوبية يبقى dialect there will be an يعني سوف يكون في ايه of students work in the main hall of the school of the school أول سوف يكون هناك يبقى عبدو المعرض عيرض فيه عمل الطلاب in the main hall في الصالة الرئيسية من مدرسة يبقى will be an exhibition اللي يتر ب يعني معرض the city is to يعني المدينة دي سوف host هتستضيف an international on global climate change طبعا international forum هتستضيف منتدى او ملتقى عالمي فيما يخص تغير المناخ في العالم يبقى كلمة forum معناها منتدى او ملتقى او اجتماع كبير يعنيش that space of the heart is to pump blood through the body هو عدو الوظيفة القلب انه pump بيضخ دم through the body في كل اجزاء الجسم يبقى that function function يعني الوظيفة the government launched الحكومة اطلقت launched يعني اطلقت او بدأت to help people start small businesses طبعا launched an initiative يعني اطلقت مبادرة كلمة initiative يعني مبادرة لتساعد المشروعات الياه الصغيرة اللي لسه مبتدئة يعنش old people can become socially يعني الناس اللي هما الكبار في السن ممكن يصبحوا socially if they live alone لو عايشهم لوحدهم يبقى socially isolated يعني منعازلين اجتماعيا if they live alone لو عايشهم لوحدهم you should book early because انت لازم تحجز بوكن المعنى يحجز مبكرا because they are only a لان فقط يوجد number of seats available يبقى only a limited number يعني فقط عدد محدود of seats من المقاعد available المتاحة he was elected الرجل ده تم انتخابه elected يعني تم انتخابه leader of the country office country يعني قائد دولته by a huge majority يعني قصده الاغلبية الكبرى او العزمة يبقى يبقى كلمة يعني الاغلبية العزمة the purpose of an exam يعني الغرض من اللي امتحان ده is to measure a student's academic انك تقيس عايزه يقول يقيس الاداء الاكاديمي للطلاب يبقى كلمة الاداء يعني performance خدنا performance وخدنا performance يعني الاداء when you are in a hotel لما تكون انت في فندق keep your most in a safe يعني بقوله احتفظ بالاشياء الممتلكات بتاعتك الغالية الثمينة النسيف يعني في مكان امن يبقى most precious يعني الممتلكات الثمينة اللهم المستهلكين ممكن يساعدهم the environment by choosing recycled product يعني ممكن يساعدوا في الحفاظ على البيئة باختيار الممتكات اللي ممكن اعادة تدورها يبقى help preserve preserve the environment يعني الحفاظ على البيئة thanks for your help بلو شكرا على مساعدتك we did احنا فعلا appreciate it نحن نقدر ذلك فعلا يبقى كلمة appreciate بيقدر جهد او عمل واحد عمل هولو يعنش the family has to live in العائلة مضطرة انها يتعيش in housing while their house is being repaired بينما المنزل بتاعهم بيتم اصلاحه يبقى in هنقول طبعا in temporary في سكن كده مؤقت طبعا خدمة permanent يعني دائم يعني مؤقت لحد من المنزل بتاعهم بيردي الصلاح English is one of the most languages يعني اللغة الانجليزية احد اكثر يبقى languages in the world طبعا عزول اكثر اللغة اللي بيتم التحدث بيها الاكثر تحدثا يبقى widely spoken widely spoken language in the world so it's important to learn it يعني منها المهم انك تتعلمها the word space means that you are able to speak two languages fluently معناها انك قادر على تتكلم لغتين fluently بشكل طليق طبعا اللغتين يبقى bilingual bilingual يعني ثناء اللغة المدن الكبيرة تبقى عادة as many different nationalities left together لان في كثير من الجنسيات left together عايشة مبعضيها يبقى المدن تبقى كمة يعني متعدد الثقافات فيها جنسيات كثيرة او لغات كثيرة او كده يعني your space tongue the language that you learn اللغة اللي انت بتعلمها from your parents من والديك when you are a baby لما تكون baby صغير يبقى your mother tongue يعني اللغة الام او اللغة الاولى بالنسبة لك الاصلية يعنش the road signs were very يعني اللافتات اللي كده على الطريق دي كانت ايه and i soon got lost وانا تهت يبقى كانت مربكة محيرة يبقى were very confusing اللي الليتر became confusing يعني مربكة او محيرة وعشان كده انا got lost يعني تهت في الطريق can i have time to space the problem further طبعا بيقوله يعني ممكن اغد وقت يعني زيادة to عدولت اللي كيفكر في المشكلة دي اكتر بشكل اكتر يبقى to consider the problem كلمة consider بمعنى يفكر فيه بس هو كلمة think يعني فيديو جيمز are the most popular modern form of for children والفيديوهات دي او العب الفيديو تعتبر من اشهر اشهر الاشكاية الحديثة الاستمتاع او التسلية بالنسبة للاطفال كلمة التسلية يعني اللي يبقى الاجابة تكون بقول طبعا التدخين ده بيعرض صحتك للخطر عايز اقول كده يبقى هنا بمعنى يعرض للخطر لكن كلمة يعني خطير يزود وهنا بقول العاوزة التدخين بيعرض صحتك للخطر يبقى كلمة بمعنى يقدر مبلغ او كمية من الوقت هو عادر ان الحدث ده عملوه تم العقاده عشان يجمعوا مبالغ مالية بمعنى كوفيد 19 عشان يرقوا او يعلوا مستوى الوعي لكوفيد 19 لفيروس كورونا يبقى ذا افنت كلمة افنت يعني هذا الحدث مقارنة يعني مقارنة بين عدول بين احصائيات العام ده ببتاعد السنة اللي فاتت بتبين يعني ذا افنت يعني ذا الاقتصاد بيتحسن بنسبة 20% يبقى كلمة يعني الاحصائيات او الارقام طبعا مقارنة باحصائيات او ارقام السنة دي بالسنة اللي فاتت طبعا هنا عايز يقول ان المرض ده بيؤثر تقريبا على 10% طبعا هنا عايز يقول ان المرض ده بيؤثر تقريبا على 10% من السكان البالغين يبقى هنقول كده اللي يليتر بي يعني السكان البالغين بيقول طبعا بسبب الانعزال الجغرافي يعني المنطقة دي طورت ثقافتها المميزة الخاصة المميزة بيها اللي مش موجودة في مكان تاني يعني يبقى يعني الثقافة المميزة او الفريدة من نوعها مش موجودة في اي مكان اخر هي بيوتيفول هي هات سيلكي سموث المنت دي جميلة هي هات سيلكي سموث هير يعني عندها شعر ناعم كالحرير سيلكي يعني حرير جلوسي هير ولامع وبراق يبقى كلمة جلوسي بمعنى لامع او براق وسيلكي سموث ناعم كالحرير یہ بصير عبق يعني بولوا ماذا فعلت مع تفاعلت مع تفاعلت يعني وانت اعتناك اتفرقت على تيفيزيون بس يبقى انت ماذا فعلت من اجل التسليه والترفيه كلمة تسليه المدينة دي تكون او ما لها عاوز يقول انها مميزة بالمباني الحديثة الطويلة بالمعدن او الزجاك يبقى كلمة يعني مميزة يعني بي بول فين في المخ احنا يعني ده طبعا كان شيء رائع ومزهل يعني بيقول هدف رائع رائع او مزهل nothing is more than independence and freedom ايضا ما فيش حاجة اكثر ثمنا او ثمينة او غالية اكثر من اندبندنس الاستقلال and freedom and freedom and freedom and freedom and freedom and peace and life يبقى nothing is more precious لا شيء اغلى ثمنا يعني ثمين او غالي يعني بتعلم الطلاب ان هما يكون عندهم احترام للاعراق المختلفة يعني يقدروا او يكونوا عندهم احترام لتنوع الثقافات الاخرى كلمة تنوع يعني يعني تنوع الثقافات الاخرى الراجل ده هوية الراجل ده تم الحفاظ على سرية في استجواباتهم او ابحثهم او التحريم بتاعتهم يبقى الثقافات الاخرى يعني هوية هذا الراجل قولوا ممكن لو سمحت تلتزم بهذه النقطة من فضلك يلتزم بي يعني يتمسك بي او يلتزم بي استخدام البطاقات الايتمانية طبعا لها فائدة فائدة عظيمة لكل من الزبون والسيلرز البائع او السيلرز البائع يبقى كلمة بنيفت يعني فائدة يعني لها فائدة عظيمة يعني The queen has a golden crown يعني الملكة عندها crown يعني تاج زهبي covered with يعني مغطى بجولز عدول المجوهرات او الجواهر الثمينة او الغالية يبقى with جولز او with precious jewels يعني ثمينة او غالية ثمن The police are responsible for the security البوليس او رجال الشرطة مسؤولين عن of all the city of all the inhabitants يعني سكان كلمة inhabitants يعني سكان المدينة The course I have يعني الكورس اللي انا عظل اللي انا حضرته يعنش has helped me listen to and speak English ساعدني في الاستماع وتحدث الغالي انجليزية if I have attended attended يعني حضرته attend يعني يحضر Egypt regularly holds an international يعني مصر بشكل منتظم بتعقد an international for youth طبعا عزول منتدى عالمي للشباب يبقى international forum فورم معنى ملتقى او منتدى This is touch شو هذا التمثال is to be about 3500 years old يعني التمثال دا بيقدر انه هو بقى حوالي 3500 سنة او عمره يعني يبقى is estimated هنا معنى انه بيقدر زمن او وقت يعني a sociable person finds difficult to be يعني الشخص الاجتماعي بيقد من الصعوبة انه هو ان يكون from others يعني يكون منعازل عن الاخرين يعني isolated يعني منعازل عن الاخرين to space the environment it's a must stop cutting down reinforced وعاوز اولوش ان تحمل بيئة دا ضروري انه تتوقف عن قطع الغابات او الاشجار يعني يبقى to preserve طبعا كمت preserve اللي يليتر بي لكن اللي يليتر سي اسمه برسيفير بمعنى يثابر او يكتهد we are not بول احنا لسنا by what you say بما تقوله it's not logical ليس منطقيا we are not convinced يعني احنا مش مقتنعين convinced يعني ليسنا مقتنعين arabic is the language of Egypt يعني مصر هي اللغة ايه في مصر اللغة العربية دي هي ايه في مصر او اللغة ايه في مصر it's the language of the government هي لغة الحكومة and all organization ومنظمات يبقى دي لغة رسمية كلمة official يعني رسمية خاصة بالحكومة والاعمال التنظيمية as i am i study the way language يعني الطريقة اللي اللغة is affected by different class اللي بتأثر من خلال طبقة معينة origin اصلي معين work او عمل وده طبعا اللي هو بنسميه social linguist يعني عالم لغويات اجتماعية بيدلس اللغة وتأثيرها على المجتمع وكيف تتأثر المجتمع ومجتمع يتأثر بي اسمه social linguist i haven't decided yet بول لم اكرر بعد i'm still my options بول i'm still considering انا لسه بفكر في ال options القدامي والاختيارات القدامش سادلي للأسف بكل حزن only a small فقط small عاوز اقول الاقلية القليلة of students للطلاب is or are interested in education مهتمين بالتعليم في هذه الايام يبقى only a small minority 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 يعني الاقلية القليلة اللي مهتمة طبعا بالتعليم our book الكتاب بتاعنا ده is as a high quality educational book يعني عاوزو البيت المتصنيف ولانه كتاب تعليمي زا جودة عالية is classified as classified as يعني يصنف ك يبقى is classified as Egypt to solve the problem was successful عايز اقول مبادرة مصر لحل هذه المشكلة كانت نكحة جدا يبقى Egypt is initiative letter letter c يعني مبادرة luckily لحسن الحظ everyone win the pass the accident يعني survived survived the accident يعني ناجو من هذه الحادثة survive يعني يبقى عالية الحياة أو ينجو I wonder if anyone would visit this site ولانه لا سأل لو في أي حد يعني يزور هذا site يعني الموقع it's hundreds of miles away يعني يبعد مئات الأميال يبقى this isolated isolated site يعني الموقع المنعزل أو بعيدة للناس يعني I can't help you as I have very time مش أقدر أساعدك بقولوا لإني عندي طبعا وقت محدود جدا محدود يعني limited ومع كلمة time يعني وقت محدود after kindergarten يعني بعد الحضانة primary stage المرحلة البدائية for six years أعزول بي تستمر لمدة ست سنوات تستمر يعني lasts lasts يعني تستمر everyone in that was dressed in black ولكل الناس اللي كانوا في إيه كانوا لابسين اسود في اسود يبقى in the funeral letter D funeral يعني الجنازة when sales raise or rise traders make a lot of money طبعا بقول لما الأسعار أو أرقام المبيعات ترتفع التجار طبعا بيكون الكسر من الأموال يبقى sales figures figures يعني الإحصائيات أو الأرقام الخاصة المبيعات يعني المبيعات أرقامها ترتفع يعني Egypt has location that's why it plays an important strategy crew طبعا بقول مصري يعني لها موقع فريد من نوع أعزول كده يعني لذلك بتلعب دورا استراتيجيا هاما يبقى has unique letter B unique location يعني فريد من نوع I am luxury and as one with my family this winter طبعا بقول أنا سأتجول أو تجول كده في luxury as one معلقة إلى هذا الشتاء يبقى I am touring طبعا كلمة tour يعني جولة ولم يقول I am touring يعني سأكون بجولة دفاع لكده يعني يبقى الإجابة تكون طبعا letter A letter A letter A cycling is highly cycling is highly cycling يعني ركوب الدراجة يعتبر is highly to both our health and the environment لكل من صحتنا والبيئة يبقى is highly beneficial يعني مفيد بدرجة عالية beneficial يعني مفيد despite the long years he is spending in Cairo على الرغم من السنة الكتيرة اللي هو الضاف القاهرة عبد الرحمن الأبنودي always used to speak دايما كان بيض إحداد النواء يتكلم in his broad upper Egyptian عدول بلهجته السعودية upper Egyptian يعني سعيد مصر لهجة يعني dialect letter A slow down بقول مفضلك بطق شوية حسين بطق السرعة يعني don't the lives of your passengers يعني بقول له لا تعرض حياة الركاب للخطر يبقى don't endanger وإحنا قولنا نقيمة endanger يعني يعرض للخطر my parents live in a remote in the western desert يعني والذي عايشين في واحة بعيدة في الصحراء الغربية يبقى remote oasis oasis يعني واحة the problem is only it will be solved and soon everything will be okay يعني بقول المشكلة دي فقط هتكون ايه مؤقتة وسوف يتم حالها قريبا يبقى نقول كده is only temporary كلمة temporary يعني مؤقتة we are trying to we are trying to the source of the gas smell the source of the gas smell أعزوا منحول أن نحن نحدد مصدر ريحة الغاز دي يبقى trying to locate the letter c locate يعني يحدد would you kindly tell me what the of this button is ولو ممكن لو سمحت يعني تقول لي what the function يعني ما هي وظيفة وظيفة ايه وظيفة of this button يعني هزا الزر الزرر ده وظيفته ايه يعنيش بوستادم في ايه I don't speak for anybody I only my single فبول انا ما تكلمش for anybody يعني بالنيابة عن اي شخص او من اجل اي شخص انا فقط أمثل نفسي يعني بقى I represent كمة represent يعني أمثل فقط نفسي The World Cup Finance نهايات كأس العالم is the most important sporting يعني من أهم الأحداث أو أهم حدث رياضي يبقى sporting event كلمة event يعني حدث وطبعا كلمة sporting معنى رياضي in 2022 في 2022 It's highly recommended من الموصة به بشكل كبير to your young children to learn more than one language طبعا إنك تربي أطفالك إنهم ما يتعلموا أقصى من اللغة This is very helpful ودا شيء فيه يعني شيء كويس أو مفيد يبقى is to raise raise اللي اللي تربي raise your children يعني تربي أطفالك يبقى letter be بمعنى يربش دلوقتي ندخل على السينما والأنترمز there is no clear cut answer to this difficult question بقول مفيش إجابة clear cut يعني واضحة لهذا السؤال the answer of the word clear cut بقول عكس كلمة clear cut قلنا كلمة clear cut يعني واضح أو شديد الوضوح طبعا عكسها ambiguous يعني غامض we need to estimate إحنا محتاج إن إحنا نقدر أو نقيم how much paint كمية الديهان we will need to paint the wall اللي إحنا محتاج إن عشان نتهن الحيط the verb is similar to the verb estimate الفعل أنه مشابه للفعل estimate اللي هو assess بمعنى يقيم أو يقدر يبقى assess هنا عتسوي estimate he is keen to learn يعني هو keen مهتم بتعلم more about art history المزيد عن فن الرسم أو تاريخ الرسم يعني the adjective is the opposite of the adjective keen يعني الصفة إيه عكس كلمة keen keen يعني مهتم أو شغف بشيء عكسها uninterested uninterested يعني غير مهتم بالشيء ده they live in an isolated village عايشين في قرية منعازلة في الجبال كده isolated is a synonym of بيقول لكلمة isolated دي تعتبر synonym مرادف لكلمة ايه طبعا هي مرادف لكلمة remote remote يعني بعيد isolated يعني منعازل أو بعيد she is fluent in Polish يعني هي طريقة في اللغة البولندية fluent is a synonym for كلمة fluent دي مرادف لكلمة ايه طبعا فلونت يعني well spoken well spoken well spoken يعني بتتحدث الشيء ده كويس يعني بطلاقة يعني space is the first language which you learn as a baby اللغة الاولى اللي نتفعلمها كطفل صغير و بنسميها دي mother tongue اللغة الامة واللغة الاولى يعني two space means to help a child grow up انك بتساعد الطفل انه هو ينمو ويكبر دي معناها raise طبعا raise اللي هي الاولى r-a-i-s-e نخلي بالنا بالسبلنج في الكلمة اللي في رايز وفي اروز وفي ريز the word space means including people with many different customs and beliefs يعني متضمنة ناس بأفكار beliefs يعني أفكار وكاسم يعني عادات مختلفة تسمها multi-cultural يعني متعدد الثقافات my mother raised three children on her own يعني والدتي ربت ثلاث أطفال بنفسها الوحدة يعني the verb raised in this context is synonym of بقول لكلمة raised في هذا السياط مرد في كلمة protop اللي أصلها praying up praying up يربي protop يعني ربت this device is well known to farmers وللجهاز ده أو الآلة ده معروفة جدا للمزارعين the compound adjective الصفة المركبة well known صفة المركبة من كلمتين يعني here is the synonym أو synonymize with يعني تترادف معه المرادة بتاعها well known طبعا well known المرادة بتاعها popular اللي 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 تر أي يعني مشهور أو حاجة شعبية الناس كلها بتحبها يعني أو محبوب this is a deep-seated situation يعني ده موقف متعمق الجزور متأصل الجزور in this sentence the adjective deep-seated is an anternum of يعني بقول كلمة deep-seated معنا متعمق الجزور أو متأصل عكسها يبقى طبعا عكسها temporary يعني شيء مؤقت ليس متعمق ولا يستمر الفترة طويلة يعني يبقى temporary لكن permanent شيء دائم دي بروث برضو شيء متجزر the dominant male protect its herd يعني الهيمنة الذكورية بتحمي its herd يعني القطيع بتاعه طعم بتكلمين عن الحيوانات يعني ش اللي بتحمي الهيرد يعني القطيع the word dominant can be replaced by والكلمة dominant المعناها مسيطر أو مهيمن ممكن نستبيلها بكلمة controlling controlling يعني الهيمنة أو السيطرة يبقى كلمة controlling يعني مهيمن ومسيطر لكن كلمة controlled يعني متحكم فيه في فرق في المعنى يبقى controlling هو المتحكم هو المهيمن هو المسيطر لكن controlled يعني متحكم فيه بقول لغة الام هي طبعا تعتبر native language يعني اللغة الاصلية native يعني اصلي لما يكون في شيء في خطر this means it's ده معنى انه هو يقيمة نقول في خطر أو معرض للخطر يبقى a and b اللي اتنين يا مش هم كلمة خطير كلمة خطير كلمة خطير يبقى كلمة dangerous لان كلمة dangerous هتساوي كلمة serious بمعنى خطير المتلازمات والتعبيرات وحروف الجار I hope I have space the right decision والأمن ان اكون يعني اتخذ الكار الصح لو انت عملت مع الامر ده بهذه الطريقة it will a big difference يعني هذا سيحدث فارقا كبيرا يبقى كلمة big difference او difference بل انت محتاج انك تنتبه تركز اهتمامك على المدرس بيقوله يبقى اسمها you can earn more money ممكن تربح المزيد من المال buy business طبعا بالقيام بالمشروعات او الاعمال يبقى by doing اسمها do business لكن باي جدا فالي فاي نجي باي doing business يعني بالقيام بهذه المشروعات او الاعمال we are space a multi cultural festival بول احنا سنعقد احتفالا لتعدد الثقافات we are holding لان كلمة hold خدنا مع كلمة festival يعني يعقد احتفال او مهرجان you can leave now ممكن تنمشي دلوقتي مسارة the tasks you have يعني المهام اللي انت كافية are enough for today يعني المهام اللي انت ادتيها او عملتيها are enough كافية النهاردة it will a bit more time if you take this narrow road يبقى it will take a bit more time take time يعني ياخد وقت اكدر لو انت اخدت هذا الطريق الضيق نرو يعني ضيق the terrible accident هذه الحادثة الفضيعة please الحادثة تقريبا كده في منتصف الليل يبقى took place took place ليحادثت it's not an easy task to a child ليست مهمة سهلة انك طبعا تربي طفل يربي يعني raise خدنا كذا مرة raise a child give here the time to بري اديها الوقت اللي هي the reasons for here sudden decision يعني اديها الوقت ان هي تقدم الاسباب كلمة reason يعني اسباب ودواعي اللي من اجلها هي اتخذت القراري المفاجئة صدن يعني القراري المفاجئ يعني تقدم the benefits are greater يعني بقول الفوائد للتكنولوجيا جابتها are greater than its drawbacks يعني اكثر من عيوبها يعني الفوائد اللي التكنولوجيا قلبتها او احضرتها اكثر من العيوب يعني i look forward to the whole world one day بل انا انني اتطلع الى التجول في العالم كله في من الايام يبقى touring يعني يقوم بدولة في العالم باكمله لو اللغة العربية هي لغة تلك الام يبقى اللغة الانجليزية ليست طبعا ليست يعني ليست هي اللغة الاصلية بتحتك يبقى لو العرب ده اللغة الام يبقى اللغة الانجليزية ليست اللغة الاصلية this device is made بولي القلة دي مكونة من ثلاث اجزاء رئيسية يبقى made up of كلمة made up of مؤلف من او مكون من stick your diet ولطبع stick to يعني يلتزم بالنظام الغذائي بتاعك if you don't want to put on weight لو انت مش عايز تزداد في الوزن اجين مرة تانية يبقى stick to يلتزم بي او يتمسك بي i learn english a second language انا متعلم اللغة الانجليزية عاوذول كلغة تانية يبقى as اللي يلتر دي as a second language the great pyramid dates back as as 26th century bce يعني الكورن 26 ما قبل الميلاد يبقى as far as يعني يرجع تاريخه الى as كلمة dates back as for as يعني يرجع تاريخه الى على بعض التعبير كده غدنا في التعبيرات او الكلمات entrance is limited بقول المدخل ده مخصص لي يبقى limited to يعني مخصص لي the members of the club only لاعضاء النادي فقط يبقى المدخل ده يعني مقصور على او مخصص لي ايه ايه جيبت اذا Arabic nation طبعا بقول مصر دي امة او بلد متحدثة اللغة الانجليزية ب Arabic speaking اسمها كده Arabic speaking طبعا دي صفة مركبة كده Arabic speaking nation يعني امة تتحدث اللغة الايه العربية يعني السياح بيحبهم لو انت تكلمت معاهم their first language طبعا لو انت تكلمت معاهم their first language طبعا لو انت تكلمت معاهم بلغتهم الاولى يعني يبقى ان their first language طبعا ممكن نقول in English in French in Portuguese للبرتغالية يعني يبقى ان بدي قبل ايه قبل اللغة we should unite بقول لجب انتحد unite يعني التحد to save the wild life طبعا عشان عشان بقول عشان نحمي wild life يعني الحياة البرية المعرضة للانقراض او المهددة بالخطر يبقى the endangered wild life طبعا عشان نقول dangerous wild life يعني نحمي الحياة البرية الخطيرة لا المعرضة والخطر او الانقراض يعني all around the world في كل انحاء العالم all people know that he has always been a business man يعني كل الناس عارفين ان هو طبعا رجل اعمال ناجح كم ال business man اسم فعايز اقبلها صفة يبقى successful business man she speaks and arithmetic english هو عجب بيتكلم لغة انجليزية فيها اضيام بزي كده ومصطلحات وطريقة يوصف اللغة الانجليزية عندانية طريقة يبقى fluent english يبقى كلمة fluent صفة وصفة كلمة انجليش طبعا fluency طلاقة بطلاق يبقى she speaks طبعا ما جاب لي كلمة انجليش في الاخر كده يبقى نحطها قبلها صفة space كده وحطت كومة poems يبقى عيز ظرف بطلاق يبقى هناك ثلاثة او ثلاثة او ثلاثة او ثلاثة او ثلاثة او اقصر من المقطع يبقى ممكن نقول intradition او traditionally يعني الاثنين انفعوا traditionally بشكل تقليدي يعني في العادة او في الغالب يبقى الاثنين ممكن هنا يحلوا محل الظرف في الاول she items او some items price has so much هو بقول طبعا هنا سعر بعض الاشياء او دول ارتفع كثيرا طبعا كلمة ارتفع هنا يبقى نقول risen خلي بقى ان الكلمة الاولى معناها ريزد يرفع بس بيجي بعدها مفعول ينقول الاسعار مش رفعت ارتفعت يبقى ريزد يرفع صوته ويرفع ايه يرفع حاجك بعدها مفعول لكن هزا ريزد يعني ارتفعت i'm always in my balcony وين دي ما يبقى في البلكونة لما الشمس طبعا بتشرك the sun rises كلمة rises القولة بمعنى يتشرك للشمس it was our policy دي كانت سياستنا to deal with problems ان حنتعامل مع المشكلات they وهي طبعا بتنشأ او بتظهر كلمة arise يعني لما تنشأ او تظهر the charity hopes 2 المؤسسة الخيرية بتأمل ان five million pounds يعني خمسة مليون جنيه طبعا اصدنية تجمع تجمع اموال خدنا كلمة يجمع او يربي يعني raise ليه لتر عشان يبني طبعا المستشفة جديدة من اجل الاطفال كان يعني المشكلة الخطيرة ممكن لو القلب توقف عن ضخ الدم بشكل فاعل يبقى كان يعني ممكن تظهر او تنشأ كلمة تنشأ او تظهر هي يعني سلوكها الغريب our suspicions عاوزو الاثار شكوكنا suspicions يعني الشكوك يعقون نقول raised او aroused اللي اتنين طبعا يمشوا بمعنى يثير شكوك او مخاوف the company decided to الشركة قررت the salaries of its employees طبعا قريبا ترفع مرتبات الموظفين 10% 10% to raise the salaries the baby was so happy ببدا كان يعني سعيد جدا when he saw the ballon gently in the air يعني وهي بترتفع يبقى the ballon rising rising يعني الترتفع gently بالرفق كده في الهواء i had to up my voice قلنا اطرت ارفع صوتي يبقى نقول ليه اخر واحد يجي بعدها مفعول يجي بعدها حاجة يرفع شيء يعني يبقى يعني التعلم مدى الحياة معنى التعلم يجب ان يكون طبعا لازم يكون دائم ده معنى بظيفة ان يكون دائم يعني بظيفة الكتب بتزود الناس ب أي نوع المعلومات يعني بتزودهم بأى نوع المعلومات ليه احتكن بعض الشركات بعض الشركات بتوفر كورسات للعمال بطواحها يبقى بروفايد. يبقى كلمة بروفايد قلنا لها معنيين معناها. يذوت بي او يوفر. سبيشيز. او ممكن يقولها سبيشيز. فصائل او سولات الحيوانات والنباتات يعني. او في انيمالز. شود بي بورتيكتت اولوفر ذا والد. يجب ان يتم حملتها في كل عنحان العالم. يبنقول اندينجورد. سبيشيز. يعني الفصائل او سولات الحيوانات المهددة بالانكراد. او بالخطر ان يمكن تختفي في اي وقت. موقف موقف خطير. مش نقول موقف معرض الخطر. او لانكراد يعني. لا نقول موقف خطير. خدمات الطوارئ. طبعا عايز اقول عن الناجين. من الايه? من الاصطدام اللي حصل ده. يبقى كريش سيرفايفورز. اللي ياليتر سي. سيرفايفورز يعني الناس اللي هون مناجهم من حدثة مسلا يعني. كنتينوات تريد ان ذيس برودكتس. التجارة المستمرة في هذه المنتجات. اذ افريد تو ذا. يعني خطر ليبقى او هذه الفصائل بها الحيوانات. يبقى سيرفايفورز. طبعا الناون هنا كلمة سيرفايفول. ذا يعني ال. وقولنا بعدها بيجي نون ويجي بعدها اسم. يبقى ذا سيرفايفورز. يعني بقاء الفصائل دي. يبقى كلمة سيرفايفورز. اللي يسيب عنها ناجي. لكن سيرفايفورز يعني البقاء. بنحب على أسلاثه. ذا بدأ الرجل الده بدأ ان هو يفقد حاسة البصر او بصره. بصر يعني سايت. لكن سايت الاولى بمعنى موقع. وسيك يعني يسعى. والصوت يعني ساعة. لكن سايت هنا معناها حاسة البسر. او لو لأمانة الرجل ده. كان الرجل ده عايكوان افوتشن كان هيكون ثروة لو كان نصب واحتل على الناس يعني يبقى كلمة ميد كمان ميد افوتشن يعني يكون ثروة يبقى كلمة فوتشن يعني ثروة البوليس بيبحث عن رجل بين ثيرتي او ثيرتي فايف يبلغ عمره ما بين ثلاثين وخمس وثلاثين سنة يبلغ عمره يعني ايجت ايجت بتوين ويقول السنة يبقى كلمة ثلاثين يعني والدي تقاعد في عمر ستين لما يحط كلمة ثلاثين يعني في عمر كزا هو عايز او يقول هنا اعادات اسلوب الحياة الصحية يعني بيبدأ لما تكون انت صغير يبقى وركز في كلمة يعني عادة شخصية لكن عادات مجتمعية يعني حاجات المجتمع كله بعملها خاصة بالمجتمع كله نسموه على لكن عادات شخصية خاصة بالشخص يعني في اللغة الهولندية ان جيرمن واللغة الالمانية لوز طبعا يعتبر وبتكلم لغتين يعني عايزوا بتكلم لغتين الهولندية والالمانية يبقى باي لينجوال يعني ثنائي اللغة عايشين في نفس المنطقة او المدينة دول اسمهم كيميونيتي يعني المجتمع الصغير طبعا بيسأل واحد بقول له يعني هل من العادة يعني انك يعني تدي بقى شيش الحلاء او مصفف الشعر في هذه البلد طبعا هو بتكلم هنا عن عادة مجتمعية يبقى ممكن نقول is it a customer او is it customary ما ينفعش نقول هابت هنا بقى يبقى is it نقول is it a custom او customary ليندي عادة مجتمعية في مكان معين يبقى بي انت سي يبقى نختار هنا بي انت سي the officer asked me to show him much يعني الزابط والراجل ده طلب مني نوريه ما يبقى ويبقى نختارهم كلهم بمعنى واحد معنى هويتي يعني او البطاقة بتاعتي يعني احاول to who has hacked into my tablet وانا احاول to ان انا اعرف يبقى to بعدها فعلي في المصدر يبقى to identify اتعرف على اخترك التابليب بتاعي i'm trying to know that بحاول اعرف the person who has hacked الشخص اللي هو اختارك الايه التابليب بتاع يبقى the identity of the person يبقى identity of the person يعني حوية الشخص ده يبقى the identity of the person ذا بقى جيب بعدها الاسم يعني ميسر ايمن is ideas have the whole team بقول افكار ميسر ايمن دي عادول سيطرت او هيمنت على كل الفريق يبقى have dominated الي اللي ترديه كمبني اذا كمبني كشركة ببقى ان احنا شركة بقى فاحنا منها هدف الى والد ماركت عاوز بقول الهيمنة هيمنة السوق العالمية يبقى والد ماركت العاية بعدها اسم والد ماركت يعني هيمنة السوق الاعدامية. يعني احنا نأمن احنا نهيمن على السوق كله يعنيش. الهيمنة او السيطرة يعنيش.